بفضل الله ومنتي علينا وعليكم يقول الحديث من خلال هذه الجمعة الطيبة المباركة عن صلة الأرحام وكيفية هذه الصلة وكيف نكثر عن ما سلف أحبتي فيها إن من أجل النعم التي أنعم الله جل وعلا بها على المسلمين وعلى عباده عامة وعلى من أحبهم خاصة صلة الأرحام ألا وإن صلة الأرحام ذكرت في كتاب الله جل وعلا في مواضع كثيرة وفي مواضع عظيمة وكل هذه المواضع تدل على عظمة صلة الأرحام حيث يقول رب العزة جل وعلا في كتابه العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رخيبا كذلك أيضا يقول رب العزة جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولا ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليه من هنا أيها الأحبة فينا نجد أن الله سبحانه وتعالى أوعظ للبشرية بوعظ طيب ذكرهم بخلقتهم ذكرهم بأبيهم آدم ذكرهم بأن أبيهم خلق من الطين أو الطراب ذكرهم بأن لهم أم خلقت من ظلع آدم أبيهم ذكرهم أيضا بأن آدم وحواء أتوا برجال ورساء منو الأرض ذكرهم بكينونتهم هم كل هذا يدل على حب المولى جل وعلا للعباد وكيفية الرحمة به حيث يقول اتقوا الله تقوى الله سورة النساء بدأت بتقوى الله والتي قبلها انتهت أيضا بتقوى الله إذن تقوى الله سبحانه وتعالى هي أن تقي نفسك أنت أولا من نار جهنم ثم بعد ذلك تفعل كل الطاعات التي تقربك إلى الله وتبعدك من النار وتدخلك الجرنة انتقوا الله جل وعلا الذي تساءلون به وتحرفون به وتقسمون به واتقوا الأرحام أيضا أن تقطعوها إياكم أن تقطعوا أرحامكم اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام التي أيضا تساءلون بها فتقولون دائما أسألك الله والرحم إذن المولى جل وعلا رقيب عليك شاهد وناثر إليك مطلع على سرائرك فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض هم الذين يسارعون في الخيرات هم الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب انت بتخاف من ربنا يبقى لازم تعمل حساب لربنا انت خاف من عقاب ربنا في الدنيا قبل الآخرة إذن أين عملك الذي يقربك إلى الله في دنياك ويبعدك عن الشر مع أناسك إذن أيها الأحبة في الله انذروا للحديث القدسي الذي يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلاه أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعت الرحمن ويقول أيضا المصطفى صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق وفرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة قال نعم أما تردين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك فذلك لك أو فذاك لك اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطع أرحامكم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الرحم وعلقة بالعرش تقول اللهم صل من وصلني كنت مقاطعهم للدنيا فأنت على خطأ عظيم وإن كنت قاطعتهم لله فأنت على أشيء طيب أنت مقاطع الناس ليه ده الرحم هذه بقى معلقة طول العمر طول الدنيا والآخرة بتدعي وصل الله من وصلني وقطع الله من قطعني ربنا بيقول أنا الله أنا الرحمن ده أنا خلقت الرحم وأشخاخت لها اسمي من الرحمن الرحيم الرحم أهلك ناسك جرائبك كل اللي ليك على وجه الأرض المؤمنون يا إخوة كلنا يا إخوة كلنا لازم نكون إيد واحدة ده النهاردة البيت الواحد فيه مشاكل ملاش نهاية ليه إيه السبب اللي احنا فيه ده إيه اللي بنعمله في بعض ليه الأب كاره ابنه والابن كاره أبوه والأخ كاره أخته والأختها والأخ كاره أخوه وكاره أمه والأم كاره بنتها ليه ليه بعيدنا عن ربنا إيه السبب إيه السبب كل واحد يسأل نفسه المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه الذي يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ربط الإيمان بالله وباليوم الآخر بصلة الرحم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر اللي بيؤمن بربنا يوصل الرحم ما وصلهاش يبقى إيمانه ناقص من كان يؤمن بالله من سره اللي بيحب وبيصر بأن يبارك المولى جل وعلا له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه اللي عاوز ربنا يبارك له في زاده في رزقه في ماله في عياله في بيته اللي عاوز ذكره تبقى باقية اللي عاوز الناس تفتكروا بالخير اللي عاوز ربنا يبارك له في عمره يوصل الرحم بتاعته يوصل اللي جفحه يشوف عمل معهم إيه يا أيها الناس أفشوا السلام أطعموا الطعام صنوا الأرحام صلوا بالليل والناس ونيام تدخلوا الجنة بسلام افش السلام على أهل بيتك يا أخي ادخل على أهل بيتك بفرحة ادخل عليهم بوجه بشوش ادخل على درايبك ببسمة حلوة يا أخي ده لو أنت لقى أخرك بوجه انطلق ده أنت بتتصدق على أهل بيتك لما بتضحك في وشهم ولو أنت لقى أخرك بوجه مبتسم بشوش ادخل على أهل بيتك كده هو وانت مبسوط خليه وانت طالع يقول ربنا رجعك بالسلامة لما تدخل عليهم كأن ده دحل عليهم من الخير كله مش عاوز هيالك وانت طالع يقولوا عليك كلمة مش كويسة ولو أنت داكن يخاف ويترعب منك انتهى الأوان ده خلاص عاوز ليالك يحبوك اوصل أجرب الناس ليك ده أنت مجتع أهم من ناس في الدنيا مجتعها يا أخي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني على النار ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم احنا فيه من دا كله الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم فنتان لما تدي واحد فجير بتاخد أجر الصدقة إنما لما تديها لجريبك بتاخد أجرين أجر أنك وصلت الرحم وأجر الصدقة يا رسول الله أي الصدقات أفضل أفضل صدقة يطلحها لإنسان لمين قال لذي الرحم الكاشح أفضل صدقة أطلحها لمين لذي الرحم الكاشح من هو ذي الرحم الكاشح ده الذي ينصب لك العداء جريبك وما بيحبكش جريبك وبيتمنى لك الشر جريبك وما بيحبكش جريبك وبيتكلم في ظهرك تخيل إن أفضل صدقة تديها لفلن دا شوف حبيبك المصفى صلى الله عليه وسلم بيقولك إيه أفضل الصدقات إنك تديها للإنسان دا ذي الرحم الكاشح وكلها أحدث صحيحة فضل الله سبحانه وتعالى تخيل أنت نفسك أنت لما تديها له شوف أنت بتعمل فيه إيه يا رسول الله إنني أقارب أو أقرباء أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيقون إلي يا وأحلم عنهم ويجهلون علي بعمل لهم كل حاجة كل يسيقوني ومع ذلك بيتجهلوني مع ذلك بيردوا دوا بالفتور مع ذلك بيقطعوني ويتكلموا في ظهر كتير شوف الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام يقوله لكأنما كما قلت لو أنت فعلا أه فكأنما تسفهم المن ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك ما تخافش معك ملايكة من ربنا معك ملايكة بتدفع عنك معك ملايكة بتكتب لك كل الحسنات دي ربنا ما يديك مالك بيدافع مالك بيديك كل حقوقك وكأن العقاب وكأن الألم الذي يصل بهم كمن أحذر رماد الحار ووضعه في أفواههم انظروا إلى أسماء بنت أبي بكر يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة وهي راغمة وهي مشركة أفعص الأمي دي أمي جانتني دي أمي كافرة دي أمي مشركة دي أمي بتعبد الأصنام أوصل أمي دي قال الله هصلي أمك يا أسماء ده أنت أبوك أمك مؤمنين ده أنت أبوك أمك مسلمين ده أنت أبوك أمك بيدخل الجمع بيصلي أبوك أمك بيدرم قرآن ومجتاقهم دولا لو مشركين يا أخي دولا لو كفرة يا أخي دولا لو بيعبدوا البقر يا أخي إيه ايه اللي بنعمله فالدنا دو ليه بنعمل كده فيه ايه السبب انك قطعت عابوك ده الواحد بتجيله اسئلة بيبكي بسببها بينيبكي بسبب اللي بنشوفه من الاولاد مع الابات والامهات لما البنت ترضى على امها السبب واللعن والدعا لما الابن بيرضى على امه ان مراته تشتمها وتسبها ان مراته تتطاول على امه ايه فين نخوة الرجولة فين امك اللي ردعتك وشالتك وحمدت عليك وعملت كل الخير ليك في الاخر بتفضل مراتك على امك في الاخر البنت بتفضل مرات الاخ على الام خسارة خسارة الاخوك اللي احنا مش حاسين بيه خسارة الف خسارة لما تلاقي الام بتتهان بتتهان جدام ابنها وبناتها وما فيش حد بيدفع عنها ام في السن ده ايه ان اخوة راحت الدين راح وصلنا للمرحلة ان امك بتتهان جدامك وبتتسبب وبتتشتم وانت ولا هنا انت فيه انت بتعمل ايه انت نسيت اللي شالتك وحضرتك وزاكتك من صدرها دي نسيت يا بنتي اللي كانت بالليل ونهار شايلاكي ليل ونهار بتعلمك بتبكي لبكاكي كل ما يحصل في النخوة الدين في النخوة الايمان اضع الله في السنوء التموط ولكن جميع الحمد لله رب العالمين تتهم ابوك بانه جاهل تتهم امك بالجاهل عتا شوية دين عرفتهم ولا شوية حاجات حفظتهم من فلان ولا علان ترمى ابوك بالفسق ترمى ابوك بما ليس فيه ترمى امك بالجاهل عشان كلمتين اتعلمتهم عشان كلمتين عرفتهم تنسى اللي كانت بيختلعها من حنك ويدهالك تنسى اللي كانت بيعر نفسه عشان يكسيك في الاخر بتتهم ابوك بتستعر من ابوك ومن امك بدل ما تحطوا مسام على صدرك بدل ما تقولوا هم دولا سبب وجودي في الدنيا لولا دولا ما كنتش هبقى انا بدل ما تصحى كل يوم الصبح تبوس رجل امك ورجل ابوك بدل ما تصحى كل يوم الصبح تقبل جبهة ابوك وجبهة امك ده انت وصولك تصحى كل يوم الصبح تجيب الشبشي بتاع امك تحطه على دماغك تحفظ جميل امك لكن ربنا اللي بيقول لك فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم ولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم ده شوف ربنا بيديلك عقاب ازاي ده شوف عقاب ربنا يا اخي ولئك الذين لعنهم الله ده ملعون عند ربنا بر امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك من احق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله قال امك 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 ابوك ما جلش صاحبك اللي انت بدي عن ابوك وامك ما جلش صاحبتك اللي انت بتحبيها اكتر من امك ما جلش صاحبتك اللي انت بتسمع كلامه وبتسمعاش كلام امك ما جل لكش صاحبك اللي انت بتطيع وتأسى أبوك وأمك لا ده جل أمك أولئك الذين لعنهم الله أصم أذنهم عن الحق وعن الدين أعمى أبصارهم وأعمى قلوبهم عن الحق ليه لأنهم ما أعطعوش ربنا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقي ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفصدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار يا أخي يا أخي ارجع لربنا يا أخي شوف أهل بيتك يا أخي بزيادة تقصير معاهم يا أخي شوف نفسك ما تعدلش على غيرك وناس روحك ما تجيش قدام الناس تعمل والي من الأولياء وانت بيتك خربان يا أخي بر أهل بيتك أفضل لجمة تحط تاخد عليها سواب اللي تحطها في حنك ابنك ومراتك وبنتك أفضل سواب تاخد لما توأز ابنك ومراتك وبنتك وأنذر عشيرتك الأقربين نوصل دون نعيش مع دون ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل وفسده في الأرض أولئك هم الخاسرون لا يدخل الجنة قاطع ده ربنا بيعجل زنب قاطع الرحم ده ربنا بيعجل زنب العقل والدي ده ربنا بيعجل العقوبة في الدنيا عشان يشوفها في الدنيا جبل الأخر عشان تندم في اللي عملت في أبوك عشان تندم يا بنت اللي عملت في أبوك وأمك عشان لما تشوفوا أمك وبتتحان جدامكم وتجفوا مع الغريب ضد أمكم وأبوكم يبقى الدنيا عليها السلام يبقى ساعتها لما ابنك يطلع يعقك ولا ابنك توقك ما تزعلش لكن هنقول دعقاب ربنا نرجع لربنا تاني نملى قلوبنا بالحب البعض نرفع الغلة والحب من قلوبنا من بعض نحاول نجرب لبعض نحاول نبص البعض نحاول ننسى الأسية من بعض نسأل المولى جل في أولاها أن يكتبنا عندهم من الذين يستمعون القول في التابعون أحسن اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم استر لنا علوبنا اللهم قضعنا ديوننا اللهم اكتبنا عندك من الذين يصلون أرحامهم اللهم اكتبنا عندك من الذين يبرون بآبائهم وأمهاتهم اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا اللهم ارحمهم أحياء وأمواتا يا رب العالمين واكتبنا عندك من الذين يستمعون القول في التابعون أحسن وصل اللهم على سيد محمد أقول قولي هذا واستغفر الله لكم أبناء الصلاة إن الصلاة كانت على الأمهين كتابا ومبوتا